حملة اغتيالات تطال قيادات في الجيش الحر شاركت في مؤتمر الرياض وأعلنت التزامها بحل سياسي ينهي الأزمة السورية تتهم المعارضة روسيا ومتعاونين مع نظام الأسد بتنفيذها الأيام القليلة الماضية شهدت مقتل ثلاثة من أبرز تلك القيادات في محيط دمشق آخرهم كان أبو سلم قائد الكتيبة الموحدة في لواء شهداء الإسلام هو وثلاثة من رفاقه في الغطة الغربية لدمشق كما تمت تصفية كل من قائد المجلس العسكري في قدسية بريف دمشق أيضا حمدي مستو أبو زيب وقبلهم اغتيل قائد جيش الإسلام زهران علوش هو وعدد من مرافقه في غارة لسلاح الجو الروسي على ريف دمشق مصادر في المعارضة قالت إن روسيا والنظام يسعيان لتفتيت المعارضة المسلحة في محيط دمشق خصوصا جيش الإسلام أبرز الفصائل التي قاتلت داعش وقوات النظام عمليات الاستهداف الممنهج للقادة العسكريين وفقا للإتلاف السوري ستجعل الحديث عن أي حل سياسي خدعة كلامية الاتلاف حتى جميع فصائل الثورة في غوطة دمشق وما حولها على الوحدة واستكمال قتالهم حتى إسقاط نظام الأسد نوان عياض العربية